النخلة صانعة الإحساس المفعم بالمهابة ذات العطاء الذي لا يتوقف كنبض القلب والتي تمثل رمزا من رموز بلاد الرافدين عبر التاريخ والزيارة الأربعينية التي تعد واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم ارتقيا معا قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي في اليونسكو وجاء إدراج المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لهذين الرمزين بناء على عطاء النخيل من التمر وكل ما يتعلق به من المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات أما الزيارة الأربعينية فأن اختيارها جاء نظرا لما ترافقها من فعاليات وضياف وخدمات متكاملة للزائرين كان العراق حتى نهاية الستينات القرن الماضي يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكان الأولى لكنه تراجع في العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980 أما كرم المواكب الحسينية الذي يفيض خلال الزيارة فأضحى مثالا يحتذا به فالسرادقات المنتشرة من أقصى الجنوب وصولا إلى كربلاء تنهض بواجب خدمة الزائري المسيرة الأربعينية هذا بالإضافة إلى آلاف المنازل التي تفتح أبوابها لإيواء الزوار وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني كشف عن مساعي لانضمام مواقع ومدن جديدة على لائحة التراث العالمي مثل مقبرة وادي السلام وبحر النجف وبحيرة ساوى ومدينة واسط وقلعة العمادية وقلعة كاركوك وغيرها الحمداني أكد أن إدراج النخلة العراقية وزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام على لائحة التراث العالمي للبشرية في منظمة اليونسكو يعد تقديرا واعترافا بالنخلة العراقية وبأهمية زيارة الأربعين ترجمة نانسي قنقر